سيد حسام هناك من يرى أن الموقف المصري من هذا التصعيد كان من أحد أهم هذه المكاسب التي تحققت من خلال هذه المواجهات أين أنت من هذا الرأي لا شك في ذلك الموقف المصري متقدم ربما عن كل الحروب السابقة هناك موقف في أكثر من اتجاه على الصعيد السياسي وهو الأهم هناك حراق قوي وهناك حتى اللحظة اتصالات على أعلى مستوى وحتى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما تحدث أن هناك اتصالا من القيادة المصرية وربما هذا يعني تحولا أن يتم الاتصال مع حركة حماس من ضمن القيادة المصرية وليس جهاز المخابرات أي بمعنى العلاقات تتطور يوما بعد يوم على الجانب الإنساني والإغاثي نحن لا نرى حتى اللحظة في أغلب الأحوال القوافل هي قوافل مصرية والمساعدات الإغاثية هي مساعدات مصرية التوجيه الإعلامي هناك احتضان كامل للمعركة بكل تفاصيلها التهديد المصري العملياتي الجيش المصري هدد بأي استهداف لأي إسعاف للجانب المصري يدخل غزة لنقل أي جريح سيكون استهداف للجيش المصري في كل الاتجاهات نحن نرى تقدم للموقف المصري وقرنا مصر حتى على صعيد الإعمار عندما يعلن رئيس المصري عبد الفتاح السيسي نصف مليار دولار لإعمار قطاع غزة بالتأكيد في ظل الواقع الصعب الذي كلنا نفهمه في مصر هذا أيضا مؤشر إيجابي وجديد على القاهرة واضح أن مصر بدأت تستعيد الدور الدولة المركز في المنطقة وأعتقد أن أهم مقومات هذه الدولة المركز هو القضية الفلسطينية والعمق الفلسطيني لذلك واضح أن هناك تحولا كبيرا لا أقول أنه لما يقوم بالسابق ولكن أفضل بكثير مما كان بالسابق لو أردنا أن نقيمه كمراقبين من ناحية إضاءة القيادة المصرية أو من ناحية الشعب المصري لذلك أنا أعتقد أنه متقدم بشكل جيد جدا على المواقف التي سبقتهم من حروب سابقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر